النهاردة الحقيقة وأنا أتابع افتتاح سيد الرئيس النهاردة لمصانع لإنتاج الكوارتس في الشرق الأوسط يمكن كلنا مش متخيلين أولاً مصر غنية غنية الحقيقة بالموارد ولكن الكوارتس لما تكون النسبة في مصر وصلة كمان للنقاء لأكثر من 99% وتكون أنت كمنتج مصري أنت الوحيد مش بس في الشرق الأوسط وأفريقيا بل في العالم كله أنت اللي عندك كل مكونات الإنتاج دي حاجة الحقيقة تفرح يعني يمكن برضو مع زيارات وتفاقدات والمشروعات اللي بتقدمها الدولة وبيشرفها بالحضور سيد الرئيس بنشوف قد إيه كل نقول الغنائم الحلوة وكل الأشياء اللي موجودة في بلدنا كتيرة وكبيرة الدولة الحقيقة بتحاول طول الوقت البحث والتنقيب عن كل الموارد اللي ممكن تساعد مصر كمان اقتصاديا وإنها تنميها وإنها تشتغل عليها موضوع الكوارتس ده بقى لهم أكثر من ثلاث سنوات بيشتغلوا عليه علشان يقدروا يبقى فيه موارد أكثر ويبقى عندنا كمان يعني أشياء خاصة جدا بمصر بل بالعكس الكوارتس ده زي ما سمعت حتى من يعني أكثر من جهة هو من أكثر الأشياء اللي بتنتج في مصر اللي مش موجودة حتى بهذا النقاء والجودة ومكونات الإنتاج كله على مستوى العالم